تعليم عن بعد فرد عليك أو لم يفرد عليك ولا نص نص واش مزيان واش فيه الفائدة والنتيجة واش غد ننجح فيه وانطباز مزيان ولا غد نطلع خاوي واش هو في صالحي باش نزيد في الانتاجية ديالي ولا غد غيري خرج عليها ولا ما كانش كي لعب في صالحي واش نحويج لخصي ناخد والحويج لخصي نتفادى باش نحافظ على المستوى ديالي وليما لا نزيد القدام باش نكون صارحين مع انفسنا تعليم الحضور ليه يعوض تقرأ في القاسم ومع الأستاذ ماشي هي قدام شاشة الباسي والتليفون ومشيت لحد مهرجا وفي وجهتي فيه ونشطي ولا غير العرس ماشي هي تفرشيلي في يوتيوب لشكل فيديو إذا التواجد في المكان للحدث لا يقارن بمتابعتها انبعد ايه واش ننضيرو احنا شنو المعمول واش مشينا فيها واش غد نترسو ضاع المستقبل ديالنا لا وما تخافش وبإمكانك تحصل على النتائج أفضل من اللفت انك تمشي وتحضر ولكن كان شروط ولا وازم وواجب تاخدهم بعيد الاعتبار وإلا ما أقول بجدية كبيرة بلا بتفليات وبلا نقصان وبلا تماطل وتكاسل وإلا ما غدت القوانو في آخر لان الدور ديالي في هذا الموضوع ماشي مقول لك صافي ضرب كتران والتعليم عن بعد مخدامش ولكن مدك بأدوات اللي غدين يساعدك وبرامج فعالة باش حتى انت تبقى فعال حتى في الأخير راه لازم عليك تأقلم معه سواء كانت الأزمة من الكورونا ستجي أو لا ستجي حيث العالم دائما في تغيير وحتى انت خاصة تكون قابل للتغيير مهما كانت الظروف والعواميل اللي عايش فيها معاك ولا ضدك تساعدك بشأنك تأقلم مع التغيير ولا ما تساندكش خاصة تخلاق البيئة اللي ستتعاونه وتجعل العواميل اللي يلعبوا في التيار ديالك يكب بعد مرات في المناقشة مع صاحبك تقول ليه هذا الأستاذ لا يصرح مزيلا كنوحا تتعابي تتعابي في يوتيوب كيف يفهمك و بالدارية كنه لقيت فيما تقوم بتسجيل الغيب قام نحضر ليه اهاااااااا إذا هذا مثل صالحك و ستعطي فيه حسن بلا ما نكذبه على رأسنا و نقول له مملك انت عارف كيف تتعابي و عارف للايقلك و عارف ما هل يخصصك الذين و لكن كنت عندنا أحد آخر يأخو أن يقول لك ما مال مشكلة سيدي و دككري فإن الذكره تنفعل المؤمنين أنا سأنتذكرك ونقترح لك هو جديد إن شاء الله اللي غادي نعاونوك باش تستعمر ويكون عندك التحصيل الجاية ولكن ننتهول علي كل شي تباونا السلسلة